موسيقى تحيات زملاء هذه الفترة أحمد الشيخ من غرفة الإخراج الإذاعي ووائل بشير من الإخراج التلفزيوني وتحياتي دائما لكم هذه أمكاننا أعدادا وتقديما موسيقى طوارئ عنوان حلقتنا لليوم مستمعين ومشاهدين أمام نظر الحرب التي تلوح بسماء وطن مثقل بالأزمات يبحث المواطن المثقل بالأعباء عن الدول التي يحتاج رعايتها وأيضا عن خطط الطوارئ في حال وقوع الكارفة موسيقى موسيقى برنامج رأيك بيهبنا يرسد جهوزية الناس للحرب وتدعياتها بظل غياب خطط الطوارئ الرسمية المساندة للمواطن اللبناني موسيقى طبعا مشاركات متنوعة ومتعدد مستمعين ومشاهدين حول موضوعنا لليوم بخصوص الطوارئ لكلنا عم نعيشه دائما يسأل المواطن اللبناني أين الدولة أين خطط الطوارئ اللي لازم تكون على جهوزية في حال صار أي تصعيد أكبر وطبعا الأمور ما كانت بعدها بالإجمال ملتزمة بما يحدث اليوم هل الدولي قادر أن تحمي المواطن من خلال خطط طوارئ وجهوزية عارمة تحميه تأمنه بمسكن بمأكل بمشرب بطبابة وكيف ممكن يكون الوضع ودون أدنى شك قداء المواطن اللبناني عنده الكثير من الهواجس من هذا الموضوع ويشعر أنه متروك بمهب الأزمات بداية لنحكي أكتر وانا تشارك أكتر من ضمن ألنا أساس خالد أبو شقرك كاتب وصحافي أساس خالد يسعد دواتك بكل الخير برحب فيك عبر أثير إذاعة البشائر وعبر شاشة قناة الإيمان الفضائية ضمن حلقتنا لليوم من برنامج رأيك بهمنا صباح الخير أساس هذا الأقل كل كل المستمعين أهلا فيك برحب فيك أيضا على شاشة قناة الإيمان الفضائية مع المشاهدين طوارع عنوان حالتنا لليوم أساس خالد يعني قبل ما نحكي ككاتب وصحافي كمواطن لبناني نحن إذا ما نحكي كمواطنين لبنانيين نعيش هذه الظروف بوطننا لبنان وللأسف يعني التصعيد أو التهويل نظر الحرب عم بيكونوا أسياد المواقف اليوم بواقعنا قد المواطن اللبناني بيسأل حاله وبيسأل غيره مين اليوم بده يعطيني فيه وين الدولة اللبنانية بالإجمال قد هي مساندة بهذا الإطار بالجولة عم نعيشه يعني بالواقع أستاذ هادي المواطن اللبناني اليوم متروك لحاله بكل معنى الكلمة مش من اليوم إنما إذا بدك تحديدا من بعد الانهيار بالعام 2019 وصولا لحد اليوم المواطن اللبناني انترك لحاله بأول الانهيار انترك لحاله بانفجار المرفأ اللي صار واللي أودى بمئات أكتر من ميتان وثلاثين ضحية انترك لحاله بكل الأزمات اللي عم بتصير وما شاف بأنه في حدا بالفعل مهتم لا بالداخل ولا بالخارج بالداخل لأنهم المسؤولين اللبنانيين أو السلطة أو المنظومة غير معنية بمشاكل المواطنين وما زالت بعز الانهيار تفتش عن تحقيق مصلحة الخاصة ومنافعة الشخصية في حين بأنه الخارج مع الأسر فقد أتقى بلبنان ولم يعد يرغب بتمويل بلد طبقته السياسية بشكل أو بآخر والأموال التي تأتي كمساعدات وكهبات وكغيرة بتروح إلى جيوب ولا تذهب إلى الصالح العام وهذا الشيخ ناب الضبط بعد انفجار المرثى حيث أن المساعدات كانت عم توصل للجهات للجمعيات المجتمع المدني والجهات غير الحكومية بدلا من المساعدة للدولة الرسمية وبالتالي اليوم المواطن ترك مثل ما بيقولوا بيئة لبنانية يقبع شوكه بإيدي من دون أي مساعدة أو من دون أي لفتة من أي حطم طيب اليوم السيد خالد ككتب والصحافي من خلال متابعتك الدائمة على أرض الواقع وقراءاتك ومشاهداتك اليوم عندنا عدد من الوزارات اللبنانية كل وزارة معنية بمجال معين وللشك عدد كبير من هذه الوزارات معنية بهذه الظروف التي عم نعيشها وكلها تحديدا أدى منحس أن هناك خطط طوارئ أم أن هذه الخطط موجودة مستعدين في جهوزية على تعدد الوزارات وعلى تعدد مهاماتهم نعم يعني بالواقع من بعد سبعة تشرين ألفين وثلاثة وعشرين اجتمعت الحكومة وعينت لجنة من الوزارة ووضعوا ما يعرف بخطة الطوارئ لمواجهة تداعيات الحرب إنما المشكلة بأن هذه الخطة اللي وضعت من حوالي السن تقريبا لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب نظرا لأن هذه الخطة بتاخد بعين الاعتبار حرب موسعة على لبنان وتهتم أكتر بكيفية إشلاء اللبنانيين من مناطق الخطر وإيواء بمناطق آمنة وتأمين الدعم لهم وعلى بقية هذه الخطة متوقفة نوعا ما أو غير مفاعلة رغم توسع الحرب اللي شدنا من فترة لاخت بقصيرة ووصول عدد النازحين من قراء الشريط الحدودي إلى أكثر من 100 ألف نازح إلى المناطق الداخلية اللبنانية بالأرقام اليوم بتنسب مشاركة الدولة بإيواء النازحين وتأمين المأكل والمشرب والأدوئي وكل مستلزماتهم ما جاوزت لحد اليوم 30% في حين بأنه 70% كان هو عبر بعض المنظمات المجتمع المدني من جهة والأهالي والمجتمعات المحلية اللي استضافت النازحين وأمنتهم كل متطالباتهم وأحتياجاتهم من الجهة الأخرى أيضا من الناحية الصفحية عم نشوف اليوم بأنه المستشفيات اللبنانية غير قادرة على تحمل على تحمل أعداد كبيرة من الجرحة ومن المصابين ومعالجتهم وخصوصا فيما يتعلق بالنازحين السوريين نحن نعرف أستاذ هذا اليوم أنه في عنا بلبنان حوالي مليونين نازح سوري هؤلاء النازحين السوريين معرضين مثلهم مثل اللبنانيين في حال توسعة الحرب أو من خلال عمليات القصص أنه يتأذوا أنه يسقط منهم جرحة ويتطلبوا ويتطلب عناية بالمستشفيات المنظمات الدولية بمقدمتها الـ UNHCR المفاوضية الثانية بفؤون اللاجئين خفضت التقديمات الصحية بشكل كتير كبير عم تطلب من كل نازح سوري اليوم بأنه ليفوت على المستشفى بأنه يتفع 100 دولار ديبوزت ويتحمل أكثر من 30 إلى 40% من الفاتورة أهل الصحية الاستشفائية وبالتالي مع تخفيض هذا الدعم من جهة وعجل الدولة اللبنانية أو تبرق بالأحرى الدولة اللبنانية من تأمين العلاجات للمصابين من هنا نازحين السوريين لأنه طبعاً هذه كمان مشكلة إضافية كبيرة ستضع فيما لو توسعت الحرب اليوم وأخذت مصار غير المصار اللي اخذته اليوم أو مصار أعنف أو مصار أكثر خطورة على اللبنانيين نعم بتحس اليوم أستاذ خالد كمان في وزارات معنوطة أكتر بالمسؤولية والاهتمام بالمواطنين اللبنانيين مثل وزارة الصحة مثل وزارات أخرى أدي بتحس عمل حثيث أم أنه يعني عم نحس الأمور عم تكون إلى حد ما يعني حبر على ورق هل في شيء على أرض الواقع؟ يعني إذا ردك بنسبة لعديد من الوزارات فأنه الأمور ليست فقط يعني حتى لم يضعوا الحبر على الورق على سبيل المثال بأيلول المقبل ينتهي قرد القمح المقدم من البنك الدولي واللي كان ساعد بيبقاء سعرات سيد الخبر ضمن نطاق مرتفع فحيح إنما قادرين على تحملوا اللبنانيين أيلول اليوم وبينتهي هذا القرد ولم نرى أي خطة بديلة لحماية لقمة عيش المواطنين ربقاء الأستاذ هذا اليوم بأنه ساعة ربطة الخبز تسعين ألف ليرة أو دولار منوها الكارتة وكل الأمور غلت من لحوم من لباس من شراب إلى معنالك كلها غلت بنسبة مضاعفة ما قاليش رح نتوقف نحن اليوم عن ربطة الخبز ربطة الخبز عبع عن رمزيتها بأنه هي لقمة الفقير ربطة الخبز هي حاجة لا يستطيع أحد الاستغناء عنها قد يستطيع المواطن الاستغناء عن الترفيه أو عن اللباس أو عن غير كتير من الأمور إنما لا يستطيع الاستغناء عن الأكل وعن الخبز تحديدا وبالتالي فإنه مثلا ما عملنا أي خطة لحماية الأمن الغذائي لللبنانيين لا بسعر الخبز ولا بغير أمور تاني إلى خصة بيئة الحبوب حتى أكتر من هيك يعني اليوم نحن تفجرت أهراءات لبنان التي كانت بتحوي القمح بانفجار المرفأ لم يعاد ترميم هذه الأهراءات أو بناء أهراءات جديدة وتخزين القمح لحالات استثنائية في حال قطعت طرق المواصلات البحرية والبرية وخلافه وزارة الأشغال لم مثلا تتواصل بشكل جديد مع أجانب السوري لتسهيل عمليات النقل البري بين أجانبين فيما لو تخطط الأمور الحجز المعمول به واليوم المصدرين اللبنانيين والمستوردين عم يدفعوا أكلاف بعضها نتيجة المرور بسوريا بسبب الأكلاف المرتفعة التي عم تنعمل والتي معدت أن تتقلص ومع الأسف مصارف اليوم وزارة التربية بتجهيز المدارس الرسمية ووضعها بخدمة النازحين فيما لو تطورت الأمور عندنا طبعا دورة على وزارة الصحة كل هذه الوزارات اليوم لم تلعب دورة بالاستعداد جيدا فيما لو توسعت الحرب وأصبح هناك خطر جدي على كل اللبنانيين لحمايتهم لحماية أولا أمنهم الغذائي ولحماية طبعا بعدين أمنهم الشخصي وأمانهم بشكل عام نعم للأسف يعني عم نعيش هذا الوضع المواطن اللبناني يشعر وكأنه فعلا متروك هيك بين أزمات متعددة على أرض الواقع عم نعيشه وهذا ليس بجديد من مرحلة لأخرى يعني بات اللبناني غرآن بهذه الأزمات وللأسف يعني ما في أي أفوق منسمع يمكن عن خطة طوارئ يمكن تكون حبر على وراء يمكن تكون منا مدعومة غير ممولة أصلا المواطن هو يعيش يعني حالي يرفع لها بالإجمال واليوم يمكن يعني مش لازم يكون عندنا خطة طوارئ أستاذ خالي لازم يكون عندنا يعني يعني خطة الطوارئ لازم تكون من الثوابته ومن المسلامات معمونة مسبعا لازم اليوم نكون عم تدارك الوضع أكتر اليوم المواطن اللبناني إذا بيصير فيه تصعيد ما بيعرف حاله وين بدي يروح مين بيستقبله مين بيأمن له غذائه مين بيأمن له طبابته وللأسف كمان إذا منلاحظ نحنا كمان هاي دي الأمور اللي بنسمع على السوشيال ميديا على وسائل التواصل أنه يعني هناك ما يثير القلق أكثر عند اللبنانيين أنه أصوات بتطلع من مناطق معينة منستقبل ما منستقبل أهلا وسهلا ما أهلا وسهلا بدي يصير فيه استغلال أو ما بدي يصير فيه استغلال ومع العالم نحن لنؤيد هذه الأصوات لأنه مش بالضرورة هي تكون بتمثل المنطع اللي هي طالعة منها لأنه اللبنانيين هني معروفين دايما قداموا ساندين لبعض بيأحلك الظروف وأصلا إذا بيصير فيه أي شي دون أدنى شك اللبناني لخيوا اللبناني مهما شو ما كان صاير قبل بين المناطق اللبنانية للأسف يعني الوضع عم بيكون جدا صعب بهذا الإطار وناس جدا متخوفة قد تشوف تخوف الناس وترقبها من خلال مشاهداتك أستاذ خالد ختيما بالواقع أستاذ هدي يعني لضيف شي بس على حضرتك تفضلت فيه بأنه نحن من الالسان وتفتاعش عايشين حالة طوارق بلبنان وبالتالي كان لازم تكون استعداداتنا وتجهيزاتنا أعلى بكثير لمواجهة كل المشاكل اللي ممكن تعرض الأمن الغدائي والأمن الصحي والأمن الاجتماعي للمواطنين للخطر وهذا اللي ما صار يعني من الالسان وستاش لحد الالسان واربع وشرين وما بعتقد ذا حيصير بشكل فعال وجد فيما لو طرق علينا أمور أكثر من اللي عم نشهدها اليوم مع الأسف طبعا المواطن الليبناني اليوم من مشاهداتنا من معايشاتنا للأمور بتحس بأنه فقد الأمل بإمكانية المساعدة الجدية أو بأنه حدا يكون عم يهتم بقضياء وصرخاته من المودع اللي خسر جانع عمره بالمصارر مرورا باللي سقط ضحية نتيجة إهمال ما وما حدا نعوض عنه وصولا وصولا حتى لكل شخص بيعمل معاملة بالإدارات الرسمية اللبنانية كان معاملة بالنافعة كان معاملة بالعقارية كان معاملة بالعدلية هاي دي المعاملات اللي بتتعطل وبتتعرقل بشكل كتير كبير وطبعا بيطبق أن يدفع العديد من السمسارات وغيرها لتخلص معاملاته وبتطلع كمان أيضا من النجزة وصولا لكافية اليوم تأمين الإيواء لأنه الزحين كل هاي دي الأمور اليوم تجعل من الشعب اللبناني أو من المواطن اللبناني بأغلبيتهم إذا ما نتحدث عن كل تاقدين الأمل والثقة بيئة المسؤولين إنما مع الأسف مع الأسف أساس هذه بأنه يعني هيدا فقدان الأمل والثقة لا ما عم نشوفه عم يترجم بيئة الانتخابات ما شفناه ترجم بالانتخابات النيابية الأخيرة وبحتاج أنه مش رح نشوفه رح يترجم بالانتخابات الانتخابات البلدية أو حتى النيابية القادمة فيما لو حصلت وهي ضروري أنه تحصل وفيما لجهة الانتخابات البلدية يمكن يمكن بسبب اليوم الهائنا بمواضيع بمواضيع صغيرة بتعميلنا نظرنا عن المواضيع الكبيرة الأساسية اللازم عن جد نحن نكون نحمر رأي الدفاع عنا ونطالب فيها ومنئس من المطالبة بالحصول على أبسط حقوقنا من مأكل ومشرب وهواء مظيف وطاوة وكهرباء ويمكن يمكن سقط عنا سهوة أنه كان لازم تحدث أكتر عن موضوع الأمن الطاقوي بلبنان تحدثنا عن الأمن الصحي تحدثنا عن الأمن الغدائي تحدثنا عن الأمن الاستشفائي كمان كمان في عنا الأمن الطاقوي اللبنانيين اليوم اللي ما عادوا قدروا يركبوا طاقة شمسية أو يستعملوا فاتورة المولدات الخاصة هن محرومين من الضوء محرومين من حق بديه من حقوق الإنسان اليوم وبالتالي كيف اليوم إذا في حال سمح الله تتوسع الحرب أكتر من هيك وطبعا هذا الشيء سيكون له بحتيات تداعيات خطيرة جدا على الشعب اللبناني طبعا للأسف عم نعيش هذه الظروف ونحن كنا على القليل منطلب حتى لو اللبناني بدوا يبقوا محل في مكان التصعيد على القليل يكون في خطط من قبل وزارة الصحة للمصابين للجرحة بالإجمال أولا حتى الناس تهي عند أمراض مزمن وإلى ما هنالك من أدوية من طباوي وللأسف الأمور وصلت لمستويات متفاقمة وما عم نسمع بهيك خطط تطمئن اللبناني عم ينشغل عليها بالإجمال على أمل أن يكون فيه بالكواليس تفرحنا لبعدين نتأمل فيها أكتر ونحس أنه فعلا الدولة حاضرة وكمان ما يقلق أكتر أستاذ خالد أنه يعني بيقولوا أنه فيه خطط عم تندرس ولكن هي غير مدعومة وغير ممولة مناطرين أنه يتم الموافقة عليها من الخارج من الجهات المعنية وهي ده بيخوف أكتر يعني أنه نحن وصلنا لهون وما فيه موافقة على هذه الخطط والآلية التنفيذية بكثير من الأحيان من الخطط التي توضع ومثل القوانين من كثير أمور من طال الحبر على ورق وما تتحول لخطط سعالية على أرض الواقع للأسف أستاذ خالد أبو شاركا كاتب وصيح حافي جزيل أشكر إليك على مشاركتك معنا اليوم بحلقتنا رأيك بهمنا ويعطيك ألف عافية شكرا لك الله معك شكرا لك وضمن طبعا المدخلات والمشاركات لليوم مستمعينا ومشاهدينا بينضم لنا أستاذ حسن خليل كمختار بلدة الفكهة في بعلبك أستاذ حسن نسعد وقتك بكل الخير والعافية برحب فيك عبر أثير إذاعة البشائر وعبر شاشة قناة الإيمان الفضائية ضمن حلقتنا لليوم من برنامج رأيك بهمنا يعطيك العافية ونصبحكم بالخير جميعا وعلى جميع المجتمعيين وشكرا كتير لأنه سمحتونا بإمكاني خليل حلو الله يخليك أهلا وسهلا فيك عنوان حلقتنا لليوم أستاذ حسن تحت عنوان طوارق اليوم أدي نحنا عايشين حالة طوارق بلبنان بكيفة المناطق اللبنانية وأدي هالشي منعكس على الناس بكيفة المناطق مضبوط مية بالمية يعني أنا بدي أختيك لسين حال المنطقة أو بإثنة نحن كل المؤشرات تدل على حدوث حارب أو بالأحرى نحن بوضع حارب خاصة إن الوضع اتصادي هو صعب صلنا أربعة سينة نحن عم نعامي ماضي اتصادي كتير سيء بالوقت اللي فيه السياحة كمان التراجعة تشكل كتير كبير عيب السنة بعدما كانت بالألفين ستة وعشرين 1.6 مليار دولار نحن بيعجز كتير كتير بير الموضوع نعم وش اللي عم بيزيد العبء أكتر هلا حاليا هلا بالنسبة يعني نحن مسلا درجة أولى منقول إذا صار في حرب عندنا درجة أهتمام رح يكون بالمستشفيات إذا اليوم منذون عمرو على المستشفى مش عم يستقبلونها يعني حتى أنا مسلا عندي دومين بيعمل لك ألف نشكلي إنه ما فيد خوتي بيعمل لك ألف حجي فكيت إذا كان في حرب كيف عندها المستشفى تقدر أن تستقبل هذه الجرحة أو الأضرار اللي تنتج عن هاي الحرب اللي نحن قادمين عليها كيف نحن مسلا بالحرب الألتان ستة آآ اللي قدم لبنان ما ألف ومتان شهيد واستمرت وقتها تلاتة وثلاثين يوم صحيح لبنان انتصر بش كمان كانت المواطن بيقدر يقدر عاية تولادة وروعة شوية نعم كان كان الوضع مختلف نعم نعم بالسابق جميل يقدم يساعد بالأعمار كان قطر ولا دول تاني اليوم الدول العربية كلها سوى ورؤساء للأسف فيك تقول متأامرين على لبنان يعني عم يتفرجوا علينا مثل ما عم يتفرجوا على كزة واخر همون شو بيصير بكزة كمان اليوم مني عم يتفرجوا علينا واخر همون شو بيصير بلبنان وخاصة رؤساء يمكن الشعب بيختلف عننا بس الرؤساء الحاكمين هم راحين بالتجاه العمالي حسب ما مبين واضح للعيين نعم طيب اليوم بمنطقة بعلبك عم يكون فيه طبعا من وقت لتاني يعني ضربات وإلى ما هونالك والناس حالة حاسة حالة مهددة يعني مش بس بالجنوب اللبناني بمناطق لبنانية مختلفة اداة الناس اليوم تحس حالة متروكة ما في حدا عم يسأل عم يسأل عنا بالإجمال خصوصا لناحية اه الدولة اللبنانية استاذنا كريم مئة بالمئة وحضرتك وضحتها دولة اللبنانية هي عاجزة بالأساس فكي بل تحمينا او الدافع عنا نحنا ستكون ضرب الجنوب كأنهم ضربت الفاكة اي منطقة بلبنان مهددة حتى نحنا صار فيه ضرب كان بالنبيشيط من يومين والقصف الاول العنيف او الطيرات والقصف فنحنا اي منطقة نضرب او اي شاب بيستشهد هو ابننا اخونا فنحنا ست اليوم صار فيه اكتر من خمسمائة شهيد رايحين كل شاب اه احلم التاني فنحنا وين وين رايحين وين الامور رايحة يعني حسين حالنا انه نحنا رايحين على المجهول اه بس هوني بدي قولك شغلية بالاخر يعني نحنا انا بالحق كمختار بازل ست سمني بس انا بالاخر ما فين يكون الا مع مع المقاومة لنقدر ندافع عن ارضنا وراح كون انا قاعد اتفرز يعني صح نحنا الدولة عازي ومش عم تقدمنا شي بس احنا بالاخر ما رايحين هنكون بموقع المتفرج رايحين نساند وندافع بقدراتنا انه بالاخر هي الحرب اللي عم يسين انه هي عم تنفرض علينا يعني هي المقاومة نوجدت لانه فيه عدو محتل ارضنا ما نوجدت يعني ما نوجدت بعدين هكي فوش تكايف لا نوجدت بالبداية لانه فيه عدو متربص على ارضنا نوجدت لحتى تدافع عنا تدافع عن كرامتنا عن عزتنا فنحنا بالاخر قد ما يكون يعني صح ما عندنا الامكانيات صح امكانياتك كتير ضعيفة صح الدولة عازي بس ما راح نكون نحنا بموقع المتفرج راح نقوم ما ليش شي يعني بالاخر راح ممكن نقدم نقدم ولادنا نقدم كل شي مدفع عن هلأ الارض هي بعدنا هي الوحيدة كرامتنا طيب اليوم اليوم بهذه الظروف يعني المواطن بيسأل انتو كمواطنين قد بتسألوا انه عن خطط الوزارات ووزارة الصحة والوزارات اه الاخرى يعني الوحيد ازا بيطلع من بيته ازا بسلش بيبعلبه كل واحد بيطلع من بيته مين اه بده اه يستقبل اه الناس التاني هل الدولي مسؤولي ان نتأمن اه للناس بانه في مأكل في مشرب قدي قدي اليوم هيدا هاجس عند كل الناس بالاجمال ببعلبك وبكل المناطق بال بالالفان ستة يعني نحنا عام ببلدة الفاكية اتحنا المدارس قدرنا نأمن تمويل من الناس عنده الامكانيات المادية لتساعد نحنا 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 انه ميجي نعمل خطة او نعمل حالة حالة مسانده بس بالاخر ما بيدك مصاري ما بيدك ما عندك امكانيات المدارسي اليوم اذا جيت تقدمها لتفتح تستقبل اللاجئين ما عندك الامكانية يعني لا لا فيها ماي لا فيها في جهازات تستقبل مثل الفاين ستة كان وضع احسن بكثير من هلا يعني عندك حتى اذا بك يجي تأمن في مشكلة في عاجز بيضا بس بالاخر يعني برجع والدولة مش رح تقدر تساند المدوم لانه هي عازي ما عنده الامكاني يعني بدي كون اه يعني الساعدات محلية ناس اه تساعد بعضها انا بالاخر برجع بقولك نحنا اه 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 والمنطقة كانت جنوب نحنا بعلبك كلها كلها دولة وحدي ورح ننساند بعضنا لانه نحنا بصراحة رحين على حرب نعم هدا المبين يعني خاصة انا اه امنا عالخبر الصبح انه جاي كمان نقل صوريخ تاني على الشرق الاوسط اه ها هاك التجهزات راحين نحنا على حرب لا لا محالة نعم نحنا بالاخر راح نكون بديل الدولة لانه ما عنده الامكان يتاوي انه انه تقدم شي ابدا لا لا عملنا حال الطوارئ لا لا عملنا اي شي راح يكون مجهود شخصي عند كل شخص يدري يفتح بيته لو يستقبل خيه اللي بده ينزح لعنده اه ها يعني بده اكون اه اجتهاد محلي مش عكتر صحيح طيب اليوم المواطن بحس حاله مترقي بحس حاله عنده هواجد بحس حاله عنده اه الاء كبير بحس حاله بمهب الريح مش عارف حاله هو وين اذا بيصير شي كمان بيطلع اصوات من المناطق لبنانية بدون ما نسمى اه كمان هدا الشي الشي بيزيد الاء في ناس بتفتح بيوتها بتقول اهلا وسهلا بالجميع وعندي بيت وهيدا رقمي وهون عنا شقة وهون عنا شقتين وهون بنقدر نستقبل ببيتنا وهون بنقدر نستقبل ببيتنا الخاص ونقعد معنا ناس ببيوت اه او مناطق لبنانية اخرى واشخاص بيقولوا انه احنا مش ممكن نستقبل حدا ما بنستقبل حدا هدا شي قده بيزيد اه من الاء عند الناس وبيخوفهم اكتر وبالتالي يمكن هيدا شي دخيل علينا كلبنانيين يعني يمكن تستقبل بعض وهدا الشي ضروري انها دايما تكون متكاتفين ومتحدين بعز الازمات اللي ممكن نعيشها مية بالمية استاذنا كريم احنا هاي الابواق اللي عم تطلع هون وهناك وتعطي اراء وكلها سواء مش عم تكون هي ضد الحرب هي عم تعطي تصاريح اسرائيلية بتحسن عملة الاسرائيل عم يجوا يخوفونا وهن ما ندخل بني الاسف الشديد هاي اسفها مي جديدة علينا احنا عشناها بالتاني وثمانين وشفنا هاي الحالي وشفنا انا بالاخر يعني متل ما تفضت حضرتك ما رح نسمي بس ما هيدا الواقع يعني انت بتتفاجأ من تحضر بعض الحلقات بيطلع شخص بعد شوية رح نعملها صديقة لا اسرائيل يعني اسرائيل ما عملت مجازر بلبنان ما عملت مجازر قانا ما عم تعمل مجازر بغزة ما بعرف يعني كيف كيف بيطلعوا هاي كي بكل روح رياضي وبيجوا بيقولوا يعني بعد شوية رح نحنا نحنا الغلطانيين نطلع بالاخير انه اسرائيل صديقة واسرائيل بعد شوية هاي عم تحمينا الحدود وبيجوا بيقول لك بلنا ننقذ اي اراتوك اي اراتوك ما نحنا قوتنا بسلاحنا نحنا عم يحسبون لنا الدول حساب للبنان لانه موجود في قوة قوة راضح لو لهك نحنا شو نحنا شو على الخريطة نحنا كل الدول عم تيجي هلا طولة بيكونوا يا عمي فزلاج شو السبب؟ لانه نحنا عمنا قوة عم تدافع عمنا بالوقت اللي فيه ابواق هي عملاء لاسرائيل موجودة بلبنان وعدادها كتير كبير وعم تيجي تدافع عن اسرائيل للأسف الشديد للأسف عم نعيش هذا الوضع وهذه الأصوات عم تكون متعالي تزيد من للأسف الشرذمي وبتزيد من التفرقة وهذا الشي ما حدا بيحب ذو لانه اليوم عم نعيش هذه الظروف لازم يكون فيه هناك من يعني يساعد انه يكون فيه ترابط ولحمة اجتماعية لبنانية وان شاء الله اكيد طبعا هذه الأصوات تكون بتمثل نفسها وما بتمثل المناطق بالإجمال جاية منها السيد حسن خليل كمختار بلدة ألفكها من بعلباك جزيل أشكر إليك على مشاركتك معنا اليوم وأهلا وسهلا فيك ونحن نرجع من أسكد نحن إلى جانب المقاومة ونحن بيوتنا كلها مفتوحة لأستقبل أي نازح ونشور مطلوب نحن رح نكون جنود بالتصرف شكرا إليك شكرا إليك الله يحمل جميع ويبعد نذر الحرب يعطيك ألف عافية الله معك موسيقى 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 طبعا حلقتنا لليوم تحت عنوان طوارق وبشكر جميع اللي عم بشاركوا معنا بحلقتنا لليوم وأكيد بشكر زملائي أحمد الشيخ من غرفة الإخراج الإذاعي وواق البشير من الإخراج التلفزيوني على طبعا متابعتهم وعملهم الحثيث ضمن الحلقة لليوم موسيقى كيف عم بتكون طبعا مساعي البلديات وهل هناك تنسيق مع الدولة اللبنانية جهوزية البلديات في إطار طبعا يعني التخوف من حرب وما إلى هنالك لنحكي أكتر ونتشارك أكتر بينضمنا أن أساس معا خليل كرئيس بلدية الغبالي أستاذ معا يساعد أوقاتك بكل الخير برحب فيك عبر أثير إذاعة البشائر وعبر شاشة قناة الإيمان الفضائي ضمن حلقتنا لليوم صباح بخير لحضرتك وكل المستمعين الكرام أهلا فيك والمشاهدين أيضا أستاذ معا حلتنا لليوم تحت عنوان طوارئ أدايب نعكس اليوم هالشي على الواقع اللي عم نعيشه بيه لبنان بالإجمال بكافة المناطق اللبنانية والتخوف من تصعيد وحرب هلأ إذا بدنا نحكي طوارئ نحنا يمكن بحالات طوارئ من 2019 يعني من بداية الأزمة الاقتصادية والمشاكل اللي صارت بالبلد البلديات هي بحالة طوارئ هلأ هذه الحالة اليوم أكيدة طبعا مع عدوان إسرائيلي وحرب بالجنوب وعلى الحدود وغارات بالداخل أكيدة زادت من منسوب العمل البلدي وتغيير كمان بأداء العمل البلدي لاستعاب الحالات الطرقة اللي عم بتصير إن كان من النزوح ولا التحضير يمكن وأخذ بعض الإجراءات من البلديات إذا توسعت دائرة الحرب لا سمح الله وبنفس الوقت كمان بدنا نحتسب لكل الأمور المعيشية والاقتصادية فضلا عن الأمنية كمان والخدماتية وفي إلا إنعكاس علينا بالخدمات طبعا النزوح بأثر نعم دون أدنى شك اليوم كيف عم تقوموا بدوركم بهذه المرحلة نحكي عن مرحلة الطوارئ بالإجمال يعني اليوم مع النزوح اللي صار على مناطق الضاحية الجنوبية من القرى الجنوبية أكيدة زادت نسبة السكان وإنعكاس نسبة السكان بتعرف بالعجلة السير بالمشاكل اللي ممكن بعض المشاكل تصير التنظيم المروري بدنا نفعل أكتر سلامة الغزاء رفع المخالفات عن الطرقات يعني هاوي بالعمل البلدي طبعا كمان تنظيف المجاري كله بينعكاس أزمة المي بتنعكاس الكهرباء بتصير فيها أعطال كهرباء إضافية أعطال مي إضافية كل هايدي البلدية عم تشتغل اليوم بساعة يومي لتخفيف هايدي المشاكل الطارقة دون أي متابعة يمكن لمشاريع مثل مغولة استراتيجية وكبيرة بهذا الظروف عملنا متفرغين نحن الآن حاليا صيانة عامة الحفاظ على ما تم إنجازه بالفترات السابقة وضبط أهم شيء عندنا الحركة المرورية وإزدحام السير نعم طيب على سعيد الدولة اللبنانية أدي اليوم أنت كمواطن لبناني أهل المنطقة بكيفة المناطق اللبنانية بيحسوا حالاً أنه طبعاً هن متروكين ما في خطة طوارئ خاصة بالوزارات المعنية وطبعاً يحسوا حالاً أنه هن متروكين أديت بسمع الشيء على أرض الواقع ببيروت وبكيفة المناطق نحن كمواطنين وكمسؤولين بالبلديات لغاية اليوم نحن ما تلقينا أي تعميم من الوزارات أو من الخلية اللي عملها مجلس الوزراء بخصوص التدارك أو الاستعداد لأي شيء خاصه بموضوع توسع الحرب قد يمكن بالأيام المقبلة أو إذا بيصير شيء نطلب لاجتماعات أو تحضيرات ففينا نقول يمكن الدولة اليوم غايبة عن البلديات يمكن الدولة عم تعمل إجراءاتها بمطرح ما مع جمعيات أو مع قوة أمنية بس مع البلديات ما عم بصير فيه تنسيق بهذا الموضوع وآخر شيء نحن نخاف كمان مثل بكل أزمة نترك لحالنا نفتش كيف بدنا نلملم الوضع لما بيصير شيء كان على صعيد الإغاثة على صعيد الإغاثة على صعيد بعض الخطوات اللي هي بترافق عادة الحروب تشغيل أبار نعم طيب على صعيد البلديات هل في تنسيق بينكم وبين الدولة في خطط من قبل الدولة مع البلديات في شيء من هذا القبيل ولا لا نحن لا ما تلقينا أي خطط لدور البلدية حتى ما طلب إلينا يعني حتى كمان أنه آآ شو مطلوب خطوات من الدولة تأمنة للبلديات لأننا طبعاً عندنا حاجات على صعيد إذا بدنا نجي نقول اليوم نحنا شو حاجاتنا على صعيد يكون في إليات مجهزة آآ رفع انقاض آآ 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 منستأجرة لإزالة ردم آآ مواد غذائية إذا صار في نزوح آآ إلى آخرية كل هذه الشغلات الدولة ما يعني ما ما توصلت معنا لا حتى لا لا تطلب آآ حاجاتنا أو لهي لا تقدم لنا شيء بالمقابل هلا نحنا عم نشغل على صعيد البلدي نحنا والاتحاد عم نأمن بعض الموارد عم نأمن بعض التجهيزات بما تيسرها كمان من إمكانيات اليوم ضعيفة اللي هي الإمكانيات وضعيفة كان بالاتحاد ولا البلديات ومتك لنا بالأخير على همة آآ أهلنا وناسنا وتعاونهم إن شاء الله أكيد بالأزمات العالم بتقرض لبعضها أكتر وتتعاون أكتر كمان لحل أزماتها وقت اللي بيصير شيء نعم إن شاء الله منقطع المرحلة نعم ألي أو يكون دايماً ويكون مع الجميع وشكراً لكل شيء عم تقدموه ببيروت وإن شاء الله الأوضاع يعني ما بتتساعد أكتر لأنه للأسف الوضع صعب عم بيكون أستاذ حسن أستاذ معان خليل كرئيس بلدية الغبارية بيروت شكراً لمشاركتك معنا وأهلا وسهلا فيك دايماً شكراً لحضرتك الله معك موسيقى طبعاً لن نحكي أكتر ونشارك أكتر أيضاً بتنضم لنا دكتور لينا بايدون كمعاجة نفسية وأستاذة جميعية دكتور لينا يسعد وقتك بكل الخير براح فيك عبر أفير إذاعة البشائر وعبر شاشة قناة الإيمال الفضائي ضمن حلقتنا لليوم من برنامج رأيك مهمنا أهلاً 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 فيكي دكتور لينا بداية عنوان حلقتنا لليوم تحت عنوان طوارئ ونحن عم نعيش الطوارئ كيف تشوف الطوارئ اليوم قبل ما نحكي من الناحية النفسية كمواطنة لبنانية كيف تشوف حالة الطوارئ اللي عم نعيشها اليوم بالإجمال كاللبنانيين بكافة المناطق يعني ياريت في حال الطوارئ يعني ياريت فيه تحضير مناسب للحرب اللي جاية أو الحرب اللي عم تصير ببعض المناطق يعني لو كان فيه خط الطوارئ حكومية كان الواحد بعيش أكتر مرتاح يعني بيكون فيه تحضير للحرب للملاجئ لمستلزمات الحياتية للمطارئ الآمنة هيدا موضوع كتير مهم بيخفف الأجم النفسية عند الناس يعني هي بحد ذاته أنه الواحد أنه يغير بيته وياخد مع أهم حاجاته نشان يقدر يعيش بمكان تاني هيدا بحد ذاته صدمات متتالية عم بعيشها اللبناني وخصوصا بمنطقة الجنوب والمناطق اللي مهددة عادة وفيه مناطق بكيفة الأراضي اللبنانية مثل الصيدة والإبقاع بيصير فيها والضحية بيصير فيها هجوم يعني غير الجدار الصوت اللي كل يوم بيصيره وعلى علوه منخفض يعني بيعمل رعب وتكسير أزاز عند الأطفال وعند الناس وعند كل العالم نعم طيب اليوم المواطن اللبناني بيحس حاله متروك بيحس حاله ما في حدا مسؤول عنه ما في دولة رعاة ولا بأي ظرف من الظروف مع العالم يعني الأمور وصلت لمستويات رفيعة من التوجس من الترقب من الخوف من الألأ من الرعب من الهلع بالجمال اليوم الناس عم تعيش هايدي الأوضاع هي حاس حاله متروكة دايما الوزارات لازم يكون عندها خطط عدا اليوم كما بتشوفي كمواطن اللبناني أنه هذه الوزارات ما عم بيكون عندها خطط يمكن حبر على وراء منا مدعومي منا ممولي بالنهاية شو بينفع؟ نعم يعني بيقولوا أنه المستشفيات صارت جاهزة أنه جاهزوا المدارس لا استقبال النازحين طب أنه هاي بحد ذاتها هايدي صدمة كبيرة أنه الواحد ما عنده بيت أو يستأجر والأجارات عم تصير كثير غالية للجبل وبالمناطق الآمنة يعني المفترض هايدي بحد ذاتها يعني فوق ضغط اللبناني أنه مصريتهم مسروقين بالبنوكي مش عم بردولهم إياها كمان أزمة إضافية فوق الأزمات اللي هني عايشينا هلأ في ناس قصمة من الناس أنه ما نصدقين أنه حيثير في حرب مثل حرب الالفين وستي مع أنه بالالفين وستي كانت أسباب الحرب يعني موصلت التبادل القذائف وإطلاق النار نعم اشتعلت بسرعة نعم اشتعلت بسرعة ولأسباب أنه مصر فيها التبادل بالقصر نعم اشتعلت بسرعة وضربوا ضغر المطار لما بيضربوا المطار ساعتها بيكون يعني الناس بتيقن أنه البلد بطل آمن نعم يعني مع أنه نحن عم نشوف أنه فيه سفن عم تجي مشان تقدموا وضع هزائية مشان تنقل اللي عندهم جنسيات أمريكية كمان يعني خلالناس مش عم تصدق غير ما بيقولوا بيوقع على الفيس بالراث وفيه ناس اللي ما عنده إمكانية تقدر أنه تطلع من بيتها أو يعني كمان أنه الواحد لما بده يقعد عيال قدة عيال ببت واحد كمان هيدا الشيء بيعمل أزمات يعني الواحد اللي معود يقعد لحال مش يعود يقعد مع عيال كتير هذا بحد ذاته صحيح أنه قاعد بأمان ولكن الأمان النفسي والأسري بينعدن نعم للأسف هذا الوضع بيكون بهيدا الإطار كل وزارة عندها اليوم مهام خصوصا وزارة الصحة اليوم يعني مهامها بدونك يكون كبير بخطط الطوارئ ولكن من ناحية نفسية أطفال صغار عجز شباب على تعدد الفئات العمرية دكتور لينا يعني عم بيعيشوا أبشع الأحاسيس مهددين عدم استقرار لوين الناس رايحة من ناحية النفسية من ناحية النفسية أنه عطوله بنعمل خطط نفسية مثلا وقت الكورونا بلشنا يعني دائما من بعد الحرب عادة بصير فيه تدخل نفسي بس وقت الكورونا صار فيه تدخل نفسي من بداية أزمة الكورونا بعدين وقت بعد انفجار أربع قاب وهلأ كمان عم ترجع الفرق النفسي يتدخل يعني كنا تسويل هيد الفترة نعمل تدخل مع الناس حين السوريين بسبب الحروب اللي تعرضوا إلا بسبب أزمة النزوح نفسها كمان فالعمل النفسي هو بيقوم أول شيء أنه يكون في محل آمن يعني أكلوا الصدمة ولكن أنه في محل آمن وتاني شيء بدك تقدم لهم الغذاء وقت اللي بدنا نروح مثلا نعمل تدخل نفسي بيقلولنا ما بدنا تدخل نفسي بدنا تأمنولنا للأكل والشرب والكهرباء ومستلزمات الحياة الأساسية يعني قبل التعليم قبل كل شيء فالموضوع النفسي بيجي بعد ما تأمن الحياة الآمنة بعد ما تأمن الغذاء يعني الأشياء الحياتية الأساسية يعني بعدين ساعتها بنعمل تدخل نفسي نعم طيب اليوم قده كمان يعني هيدا الدور منوت بالدولة بالجمعيات من قبل الدولة بمعنية من قبل الدولة أنه يلعبوا عدد كبير من المعالجين النفسانيين بلبنان بكافة المناطق اللبنينية الناس صارت بحاجة لدعم نفسي فعلا هو بالحقيقة في تطوع يعني أوقات وزارة الصحة يعني أنه بتساعد بالتطوع النفسي للتخفيف من أعراض الصدمات يعني يعني ممكن نعمل جلسات جماعية كل واحد يستمع لقصة الآخر شو اللي بيرعبوا شو اللي بيزعجوا شو عنده ذكريات قديمة تعرضلة مخزنة باللوعي تاعه بالدماغه بتخلي يرتعب في ناس يمكن سمعوا جيدار صوته هني بالأسانسور أو فوق الأزمات كمان ما بدنا ننسى أنه صار فيه هزة يعني الكل حس فيها وارتعب يعني كمان ومش من زمان صار فيه هزة أقوى بعد السنة الماضية أو اللي قبلها فعم يتعرض اللبناني بس اللبناني بينسوا لأن الواحد بيحب أنه يرشع يتكيف على الحياة العادية فنحنا هالقدرة على التكيف نحنا منحاول نستثيرة بالرغم من الأحداث اللي عم يتعرض له فنحنا بهمنا نعرف شو هي الأشياء اللي عم تخلي الواحد ينفعل يزجف ما يقبل يطلعب الأسانسور حسب كل ولد يعني مثلا فيه ولد عندك لا أقل الصوت حدا صرخ قدامه بيرتعبه مع أنه الولد بحبه يلعبه ويصارخه عم تلقني بالمآيس يعني الناس أي صوت بتسمعوه صارت تحس بالخوف مباشرة والأهل الكثير خايفين على أولادهم خايفين على حالهم خايفين على أهليهم يعني هيدا الوضع لوين ممكن يود الناس من الناحية النفسية وهيدا الشيء منه جديد صار له أشهر الموضوع صار له أشهر يعني كانه آآ 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 بس ما كان بهال الاستعداد يعني لما بتقرأ أخبار بيقلولك بهال يومين فيه خلص بدأ طول على الحرب يعني آآ والناس عطول قاعدة على الأخبار آآ فهلأ إنه آآ لحسن الحظ إنه ما في مدارس آآ لو في مدارس في الناس بتخاف تبعث أولادها بأي مدرسة بدأت تغير أولادها يعني إذا مولادها على خط تماس أو خط معرض للهجوم أو شيء أو إذا بده تكون فيه فعلا حرب ممكن تكون حرب شاملة على لبنان ساعت الكل بده يقعد بالملاجئ إذا فيه ملاجئ مواية آآ آآ يعني فوق هذا كمان فيه عندنا قزمة كهرباء هلأ إنه تعتيم دائم آآ وغلى وغلى للأسف يعني الناس عم تعيش كل هيدا الظروف مع بعضها وفي ناس كتير عدد كبير من اللبنانيين صار عندهم مشكل نفسية خصوصا للأطفال وأيضا في ناس عم تتعاطى أدوية الأعصاب وهذا الشي مخيف جدا للأسف نعم هيدا بيأخذوا أدوية الأعصاب اللي حبت البانادول وهيدا كتير نعم هيدا الشي كتير مخيف لأنه أكثر اللي بينسحب منه وبدو يوقفوا ما بيقدر يوقفوا بزر فيه صعوبة دكتور لينا بيدون كمعالجة نفسية وأستاذ الجمعية جزيلة الشكر على مشاركتك معنا اليوم الله يحمل جميع ويبعد شبح الحرب ويعطيك ألف عافية نتمنى نتمنى بختم حلقتنا لليوم مستمعينا ومشاهدينا نتمنى فعلا أنه شبح الحرب يظل بعيد والويلات يظل بعيدة لأنه يعني لبنان عاش ومازال يعيش هذه الظروف الصعبة اللي يحمي اللبنانيين جميعا بكافة المناطق اللبنانية ويكون معهم وقالله يحنن دولتنا على شعبة بما فيهم الوزارات والمعانيين لأنه المواطن اللبناني ينتظر يد تمتد لإلو بهيك ظروف هالأد صعبة بختم حلقتنا بشكر زملائي أحمد الشيخ من غرفة الإخراج الإذاعي ووائل بشير من الإخراج التلفزيوني وتحياتي دايما نقلكن هادي مكاننا عددا وتقديما أطيب المنا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة